تمام كده شباب زي ما انت شايفين الويندوز اشتغل معايا وقدرنا ان احنا نسطب ويندوز سيرفر 2019 وتقدر ان تتسبت عليه اي برنامج انت عايزه وهيكون معاك لفترة تجريبية لمدة 7 ايام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عداء ومتابعين قناة مستر بيكل المعلوميات اهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله جبتلكم تحديث لموقع الفا كلاود يعني الحمد لله الموقع رجع تاني للعمل والموقع ده بيديك VPS RDP مجاني لمدة 7 ايام رمات 2 جيجا بروسيسور 3 ومساحة كورس صلب 50 جيجا تابع معايا الشرح خطوة بخطوة عشان نعرف ازاي ننشئ حساب ونبدأ نستغرم النسخة التجريبية ونبدأ على بركة الا ده الحساب انا لسه عامله دلوقتي الحمد لله خلاص اشتمل معايا كويس ما فيش اي مشكلة اسيب لك كل الرابط في الوصفة تبدأ تخش من خلالها عشان تقدر تسجل على موقع الفا كلاود اول حاجة نخش على الرابط بتاع موقع الفا كلاود ونتأكد ان هو عليه اللوجو ده بالشكل اللي انت شايفينه ده وبعد كده هنبدأ نحوله ليه اللغة العربية هيكون بالشكل ده بعد كده نبدأ نعمل وصول فوري هيبدأ بعد كده هحاولني ليه الصفحة دي هندوس على كلمة اوب جريد هيبدأ يطلب مني الايميل اللي هسجل بيه وطبعا ما ينفعش ايميل مجاني لازم يكون ايميل شركات فهنستخدم خدمة التيم بويل نعمل بيها ايميل على موقع الفا كلاود هتبدأ تخش على الرابط هيفتح معك التيم بويل بالشكل ده تبدأ تنسخ الايميل اللي عيزر قدامك لو حبيت تغيره هتدوس على احزف ويبدأ يغير معك البريد الالكتروني زي ما انت شايفين كده شباب هبدأ اعمل نسخ ليه البريد اللي ظهر معي بالشكل ده واجي هنا واعمل له كنترول فيه او لصق وبعد كده هقول له سجن اب هيبدأ بعد كده حاولني ليه الصفحة الرئيسية ويجيب لي الاشعار ده هبدأ ارجع على البريد بتاعي وانتظر وصول رسالة التفعيل هبدأ ان انا اخش عليها وابدأ ادوس على الرابط اللي ظهر معي اللي هو اول رابط ده هنبدأ نخش عليه هيبدأ بعد كده الموقع يطلب مني كلمة المرور آآ الجديدة هبدأ اكتب كلمة المرور الخاصة بيا وبعد كده اقول له احفظ واقوم بالتسجيل الدخول هيبدأ يفتح معي الحسابة شباب زي ما انت شايفين بالشكل ده هبدأ اخش على كلمة مرة اخرى هنا طبعا بيقول له عشان تحصل على النسخة التجريبية لمدة واحد اسبوع وارس صلم مساحة خمسين جيجا والبروسيسور تلاتة ورامات اتنين محتاجين رقم تليفون عشان افعل بيه الاكاونت النهار ده ان شاء الله يكون معي تطبيق اسمه هبدأ ان انا اشرح لكم هتحملوه هسيب لكم الرامل بتاعه في الديسكريبشن ونبدأ ننفذ الخطوات عشان نفعل الباقع بناجح تابعوا معي دلوقتي يا شباب انا انتقلت ليه الموبايل بتاعي هتبدأ تحمل برنامج التو ان ار وتستطوى هينزل معاك بالشكل اللي انت شايفينه ده هبدأ ان انا اشغلو هيبدأ يجيب لي الصفحة دي هدوس على تسجيل او آآ وبعد كده هختار حساب الجوجل بتاعي هيعرض لقائمة الحسابات اللي عجاز هختار اي حساب منهم بعد كده يبدأ يفتح ويجيب لي الصفحة دي هدوس على اوكي وبعد كده هدوس على الاختيار الاولاني وبعد كده خش على ازونات التطبيق وابدأ اوافع على جميع الازونات بعد كده شباب الاختيار الاخير ده هتبدأ بردك تخش عليه وتبدأ تدور على التطبيق بتاع التو ان ار اللي هيكون اخر واحد بالشكل ده وتبدأ تتأكد ان هو متفاعل بالشكل ده تبدأ ترجع تاني من السحمن اللي فوق هيبدأ يجيب معاك الصفحة دي هتدوس على علامة الزائد هيبدأ يجيب لك رقم هنا بالشكل ده وتحت الرقم مكتوب name of number هتبدأ تكتب اي اسم انت عايز تكتبه وبعد كده هتدوس على كلمة save وتقول له اجري وبعد كده اجري مرة كمان وبعد كده هتدوس على save مرة كمان هيبدأ يعمل معالجة معات هننتظر لحد ما المعالجة تخلص تمام كده خلاص قال لي الرقم اتحجز بنجاح هندوس على save هيبدأ يظهر معايا الرقم بالشكل ده هتبدأ تعمل نسخ للرقم وبعد كده هترجع على موقع الالفة كلاود وتبدأ تكتب كود المحافظة زائد اربعة تمانية وبعد كده هتعمل لصق للرقم وبعد كده هندوس على send sms لو وجدتك مشكلة وهو يجاب لك الرسالة دي تعرف ان الدومين بتاع الايميل اللي انت اه اشتغلت عليه مش نافع ازا ما انت شايفين كده شباب ده الدومين او وده الايميل الدومين ده خلاص مش قابل معنا يعني هنا بيقول لك الدومين اللي انا اه شغال عليه دلوقتي مش قابل معايا هتبدأ تختار هتعمل حسف وتبدأ تختار ايميل تاني طبعا معايا تمام كده شباب انا هنا غيرت الايميل هبدأ ااخد الايميل ده واعمل بيه حساب جريد تمام يا شباب احنا وقفنا عند الخطوة دي هبدأ ان انا انسخ رقم التليفون مرة كمان واكتب كود المحافزة زائد اربعة تمانية واعمل لصق ليه الرقم وقول له سند اس ام اس زي ما انت شايفين كده شباب خلاص بيقول ان في رسالة تفعيل اللي اتبعتت للايميل ووصلتني ليه التطبيق اهي وصلت معايا الرسالة هبدأ ان انا افتحها تمام رمز التفعيل اهو هبدأ ان انا عمل له وابدأ ان انا اكتبه هنا واقول له في رايف ناو تمام كده شباب خلاص الحساب اتفعل معايا لمدة سبع ايام هبدأ بعد كده ان انا انشئ الويندوز بتاعي هيكون ويندوز سيرفر الفين وتسعتاشر هبدأ اخش على كلمة كمبيوتر وبعد كده هيجي فوق هنا كده وابدأ اعمل انشاء هيطلب مني النيم هبدأ اكتب اسم الويندوز اللي انا اعايزه او اي اسم انا اعايزه بالشكل ده كده شباب بعد كده شباب هاجي هنا على هخليه تلاتة والرامات هتكون اتنين زي معايا وبعد كده هدوس على هاجي بعد كده لقيمة بالشكل ده وادوس على اتاك درايف وبعد كده ادوس على نيو درايف هبدأ هنا اكتب اي اسم انا عايزه فده هيكون الكورس الصلب اللي انا هنشئه واخليه بمساحة اربعين جيجا بالشكل ده كده وابدأ ادوس على كريت بعد كده شباب هخش على الالم ده هدوس على اختيار الالم ده وهنا كده في القيمة اللي هي دي هبدأ اختار اي دي اي وبعدها في القيمة دي هبدأ اختار رقم واحد بالشكل ده وبعد كده هدوس على سيف تمام كده شباب هدوس مرة اخرى على اتاك درايفر وبعد كده درايف فروم اي آآ لبري هيبدأ يحولني ليه القيمة دي هبدأ ابحس عن ويندوز سيرفر زي من شايفين كده شباب ويندوز سيرفر الفين وتسعة عشر انستول دي في دي ابدأ ان انا هدوس على اتاك سي دي هينزل معي وهيكون بالشكل ده هقول له سيف وبعد كده هخش على قيمة الناتورك هاجي هنا على قلم التعديل وابدأ اختار كارت النت اللي هو الانتل برو الف وابدأ ادوس على سيف وبعد كده هخش على الادفانسد وابدأ اصحب الشريط ده لحد ما هيكون تلاتة كورز بالشكل ده وابدأ ادوس على سيف بعد كده شباب هرجع عليه القيمة رعيسية دي وابدأ ادوس فوق هنا كده على امر التشغيل هيبدأ يصحب معي اي بي تمام كده شباب هلاحظوا وجود خانة نزلت معي اسمها الفي ان سي تيونة اللي هبدأ ان انا اعمل لها تشغيل بالشكل ده وبعد كده هدوس على زي ما ان شايفين كده الويندوز بدأ ان هو يحمل معي علشان اعمل له تنصيب تابعوا معي الشرح تمام يا شباب بعد كده هتبدأ تظهر معي الصفحة دي هلاحظ ان الماوس تقيل معنا بعض الشيء وده هيكون في البداية بس لكن ان شاء الله بعد تثبيت الويندوز هنبدأ ان نشتغل ببرنامج ومش هلاحظ في التهنيجة دي نهائيا تمام هنبدأ ان ندوس على زرار وبعد كده هندوس على بعد كده شباب هبدأ انزل لي الاختيار الاخير بالشكل ده كده هدوس على مرة كمان وبعد كده هوافق على الشروط من الاختيار ده وبعد كده هدوس على وبعد كده هنزل ليه الاختيار التاني اللي هو هبدأ يظهر القرص اللي احنا انشأناه بمساحة اربعين جيجا هنبدأ نعلم عليه وندوس على حاليا كده هوا يا شباب في مرحلة تثبيت الويندوز هنستنى لحد ما ينتهي ان شاء الله ونتابع الشرح واتمنى لو الشرح عجبك واستفدت منه تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان تتابع كل الديد تمام كده شباب بعد الانتهاء من تثبيت الويندوز هيبدأ يفتح معنا الصفحة دي ونبدأ نكتب كلمة السرر الخاصة بيه الويندوز بتاعتنا وده شباب هتكون عبارة عن حرف كبير وحرف صغير وارقام وعلامة بعد كده هدوس على كلمة فينش تمام كده شباب من المفترض ان الجهاز اشتعل معي بس هبدأ ان انا اعمل تسجيل دخول عليه وبعد كده ازبط برنامج الريموت زي ما انت شايفين كده طالب مني بيقول لي عشان اشغل الجهاز محتاج ان انا هدوس على فلو بصينا فوق هنا هلاقي مكتوب هدوس عليها زي ما انت شايفين كده شباب بدأ انه يقارد معي الصفحة بتاعة اه الباسورد اللي انا اكتب فيها كلمة السر اللي انا انشأتها فهبدأ ان انا حدد عليها واكتب كلمة السر اللي انا انشأتها وبعد كده هدوس على انتر زي ما انت شايفين كده شباب الويندز خلاص فتح معي هبدأ ان انا ادي له بعض الوقت كده حوالي دقيقتين او ثلاث دقائق عشان يبدأ يجيب لي قايمة السيرفر او السيرفز اللي هبدأ من خلالها افعل رينامج الريموت ديسك توب زي ما انت شايفين كده هيبدأ يفتح معي تمام كده يا شباب زي ما انت شايفين قايمة الخدمات فتحت معي هلاقي على يميني قايمة هدوس على كلمة وبعد كده هيجي على قايمة الخدمات واعلم على الاختيار ده وبعد كده اقفل المربع بتاع الحوار وبعد كده هبدأ اخش في القايمة الشمال على الوكال سيرفر اللاحز هنا عندي اه كلمة الريموت ديسك توب هاستنى لحد لما تحمل معي هاكون بالشكل ده هيكون معمول لها ديسابل هبدأ ان انا ادوس عليها وبعد كده شباب هنزل على الو ريموت كونكشن هحدد عليها وبعد كده هدوس على اوكي وهنزل تحت خالص ادوس على اوكي خلاص كده شباب انا فعلت الريموت ديسك توب هارجع لموقع الالفا كلاود وابدأ اخش على الكمبيوتر وبعد كده على الويندوز اللي انا عملته هلاقي الايو بي بتاعي فوق بالشكل ده هاجي على الويندوز بتاعي وابحس عن برنامج ريموت ديسك توب وابدأ ان انا اعمل نسك للاي بي وادوس على كونكت هيبدأ يطلب مني اليوزر نيم والباسورد هكتب في في القايمة الاولى او في اليوزر نيم كلمة حروف كابيتل بالشكل ده كده شباب وابدأ اكتب في كلمة السر الباسورد اللي انا انشأته اسناء تنصيب الويندوز واعلم على الاختيار ده وادوس على اوكي ايبدأ يعرض معي الصفحة دي هقول له دونت اسك وبعد كده هدوس على تمام كده شباب زي ما انت شايفين الويندوز يشتغل معايا وقدرنا ان احنا نسطب ويندوز سيرفر الفين وتسعتاشر وتقدر ان تتسبت عليه اي برنامج انت عايزه وهيكون معاك لفترة تجري بيا لمدة سبع عيام تقدر ان انت تنشي اكثر من ويندوز بيه الطريقة اللي انا شرحتها دي وتبدأ ان انت تخش على متصفح وتبدأ تحمل برنامج الجوجل كروم وهتكون ان شاء الله سرعة الانترنت رهيبة معاك حاجة اخيرة بس هنبدأ ان احنا نفعل الصوت من الاختيار ده هبدأ ان انا هفعل الصوت هدوس كليك يميل وادوس على كلمة ساوند وادوس على كلمة ياس تمام كده شباب الصوت اتفاعل معايا هبدأ ان انا بعد كده احمل على الجهاز بتاعي برنامج الجوجل كروم عشان ابدأ ان انا اتصفح على الانترنت بدون اي مشاكل هنزله ده هيكون مساحته تقريبا حوالي ميجا او اتنين ميجا تمام كده نازل معايا بالشكل اللي فوق ده هبدأ ان انا اسحبه كده على برنامج ريموت ديسك توب لو ما جابش معاك هتبدأ تعمله عرض في المجلد وابدأ اعمل له نسخ بالشكل ده واجي على ريموت ديسك توب واعمل له نسخ ابدأ بعد كده اشغل البرنامج بتاع الجوجل كروم علشان اثبته على الويندوز تمام كده شباب متصفح الجوجل كروم نازل معانا وتقدروا ان انتو تستخدموا الجهاز بدون اي مشاكل والحد هنا يكون الشرح بتاعي انتهى واتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتسيب التعليق اللي يليق بيك تأذيرا لمجهودنا ونتقابل في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته